شفت إزاي وقرأت إزاي لقرارات سيادة رئيس الوزراء بالأمس في المؤتمر الصحفي الأعلى كان هناك قرارات اقتصادية هامة جدا للمواطن المصري هو بداية يمكن أكثر حاجة ممكن نركز على الفترة الأخيرة هو تحركات الحكومة المصرية وإن هي بدأت تقتنع أن القطاع الخاص لفترة من الفترات هو اللي بيدير أو هو المفروض يدير الفترة دي بالتحديد كما بدأت تقتنع أن يكون عندنا استثمار أجنبي وأن يكون فيه دعم للاستثمار الأجنبي ده أسوة بالاستثمار المحلي وأن يكون فيه تقارب ما بين وجهات النظر في النحيتي وجود استثمارات سعودية على أراضي المصرية في التويط الحالي بيوصل الرسال مهم جدا مبدئيا أن السوق المصري بيتكمل مع السوق السعودي وكان كمان السوق الإماراتي لأن السعودية الفترة الأخيرة بتطرح كم كبير من الحوافز والميزات معروف عندنا في تقصد أن رأس المال مالوش وطن مالوش أرض بيتعامل فيها أو مالوش جنسية وبالتالي السوق السعودي الفترة الأخيرة بيقدم كم كبير من الحوافز الاستثمارية زي بقى عفاءة ضربية عفاءة جمهوركية زي 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 نقط دي كلها يعني ممكن يكون فصر خطأ من البعض أنه ممكن أن يحصل هجرة الاستثمارات من بعض الدول العربية منها مصر منها الإمارات منها قطر للسعودية لكن اللي بيحصل لمحدش ياخد باله منه أهو حدش عارف تفاصيله بالتحديد أن فيه تكامل ما بين الاستثمارات المصرية والسعودية السوق السعودي ملزم ومحتاج وفي أمس الحاجة للسوق المصري والعكس وبالتالي لازم يكون فيه تكامل ما بين السعودي لازم يكون فيه هناك شركات وهناك شركات أنا عندي في السوق المصري بالتحديد عندي ميزة يمكن تكون مش موجودة في السوق السعودي وهو موضوع القدرة الشرائية المصريين معاهم في نوس ما معاوش في نوس هو بيحب يشتري فبالتالي دي ميزة بتنفع كم كبير من المستثمرين وبالتالي السوق السعودي وبتحول الاصطناع والاستثمار لازم يكون فيه مجال حيوي بيشتغل فيه من ضمن المجال الحيوي ده السوق المصري ودي الرسالة المهمة اللي وصل ان انت كسوق مصر لست زيادة او لست بالمصطلح البلدي او الشعب بدون تجميل المصطلحات انا مش عالة على الاسوق اللي حواليها العكس انا مكمل للاسوق سوق جاذب سوق جاذب لاستثمار لان عندي حاجة اسمها القدرة الشرية ودي حاجة احنا بنقدرها شوية في الاقتصاد